اكيد للنادي الاهلي فوز كان مهم واداء اكتر من رائع واكدنا وانا يمكن فوز نادي الجون على بيرمز هيباليه تأثير النهاردة لكن اعداد كان رائع نفسي وبدني وفني كابتن يوسف مبروك النهاردة مباراة صعبة لكن الحمد لله نادر الاهلي نادر بالفعل انه يحصل على ثلاث نقاط مهمين جدا كابتن يوسف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله طبعا الحمد لله تلاث نقاط ماتش كان عصيب ماتش صعبت صعب علينا طبعا جون قدر يحرز هدف لكن الحمد لله قدرنا نرجع للمباراة ودي يعني فيها دروس طبعا اكيد هناخد منها المفيد لكن انا بقول بحيي اللعيب النهاردة والجهاز وكل المجموعة لان احنا قدرنا نرجع من تأخر قدرنا نرجع من تأخر يمكن دي كانت ظروف الدور الاول برضو في ملعب السلام برضو قدر الجون يحرز هدف مبكر ثم عودنا بهدفين نهاردة بنكرره على ملعب الجون فانا بقول الحمد لله مبروك طبعا التلاث نقاط ادرنا من خلال التغييرات مستر لسارتي تغييرات نيدفيد مع مروان مع جيرالدو عملوا التكملة اللي احنا كنا نتمناها والحمد لله انا بقول التلاث نقاط مهمين وان شاء الله هناخد منها الدروس المستفادة ونشتغل ان شاء الله على الاسابيع القادمة ان شاء الله الشوتين بيكون فيه اختلاف اكيد لان الشكل العام او الشكل بالنسبة للفريق اللي هندي اللي قاله شوت تاني كان مختلف اللي قاله كابتن يوسف مستمرتن كابتن سايد اللي تقال بشكل عام الجازل فريق طبعا المستر نصر تتكلم مع العيبة لنح لازم نبقى رتمنا اسرع شوية ولازم بقى فيه ضغط اكتر في الوسط الملعب وبعد تلت الهجومي محتاج يبقى فيه اجريسيفتي شوية فيه يعني شراسة شوية في الرتم والدخول في التمنتاشر والحمد لله انا بقول ان احنا يمكن بعد الهدف استوعبنا وقدرنا ان احنا نرجع للمباراة وفي وقت عصيبة وانا شايف بعد الهدف الاولان والحمد لله جاءت حتى كرة التانية بتاعت نصر ماهر وكننا ممكن نحرز بعدية كمان هذا ولكن الحمد لله انا بقول التلت نقاط مهمين جدا شكرا من باركة كيد للكابتن محمد يوسف طبعا مدرب فريق النادي الالي فوس كان مهم جدا يا كابتن اسلام السرارة اللعيبة النهاردة الشرطة التانية كاليخت هلاف كبير جدا اكيد زي ما بنقوله بنأكد نقطة نقاط مهمين جدا في مشوار النادي الالي النادي الالي يصل للنقطة 48 اللي جاي افضل لسه المبركة عديدة ولسه ان شاء الله